لقاء تاريخي بين الرئيسين السيسي وأردغان بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين البلدين ليتم فتح صفحة جديدة ويعود التطبيع بينهما مرة أخرى فماذا حدث خلال قائمة وعلى ماذا اتفقه؟ وما الملفات التي ناقشوها وموقفها؟ مما يحدث في غزة؟ وماذا يفعلون تجاهها؟ كل التفاصيل سنستعرضها لحضراتكم من خلال هذه التخطيط الرئيس التركي رجب طيب أردغان وصل مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء في زيارة رسمية لمصر وهي الأولى منذ أكثر من 11 عاما بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين أتت الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوى بين البلدين خلال السنوات الماضية والتي توجدت بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين حيث أن هناك تقارباً بالرئيسين السيسي وأردغان لمواجهة التحديات المشترك وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردغان بقصر الاتحادية ووقع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وتم عقد مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية يجمع الرئيسين ورحب الرئيس السيسي في بدايته بالمؤتمر الصحفي بزيارة الرئيس رجب طيب أردغان وأيضاً الوفد المرافق له في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من عشر سنوات ليتم فتح صفحة جديدة بين البلدين بما يسري العلاقات الثنائية بينهما ويضعهما على مستوى الصحيح وأكد سيادته اعتزازه وتقديره لعلاقات مصر التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بينهم وتابع قائلاً إنه يهمه وهنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً خلال تلك الفترة فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا وتم رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وأيضاً فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما أيضاً تطرق سيادته للحديث عن المخاطر التي تواجه الدولتين قائلاً أن الدولتين تواجهان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب وأضيان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة أيضاً تصدر ما يحدث في غزة جدول الأعمال مع الرئيسين اليوم حيث أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بمجتوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لدخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تمارس تضييقاً على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع وأعلن سيادته عن أنه توفق مع نظيره أردغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية وأما عن الملف الليبي قال أنه مع نظيره التركي تؤكد ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئيسية والتشريعية وأيضاً توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد كما رحب سيادته بالتهدئة الحالية في منطقة شرق الأوسط ونتطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدولة بالمنطقة أيضاً قال إنهما أكد خلال المباحثات أيضاً اهتمامهما المشترك بالتعاون في إفريقيا وأيضاً العمل على دعم مسعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار كما أكد إنه يتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردغان لزيارة تركية في إبريل المقبل لمواصلة العمل على ترفيه علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما الحضاري المشترك إذن من ناحية أخرى أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردغان عن سعادته بتواجد في القاهرة بعد فترة طويلة وتقدم في المؤتمر الصحفي بالشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال قائلا أن لهم مع مصر تاريخا مشتركا ويريدون أن يرتقوا بالعلاقات للمسار اللائق أما عن ما يحدث في غزة قال لا يمكن قبول لتطهير غزة من السكان كليا وأن يقدر مصر في هذا الأمر وأنهم سيظلون على التعاون مع مصر لوقف إراقة الدماء وإعادة إعمار غزة ولا يقبلون تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية وإيضا يقدرون موقف مصر في هذا الأمر وأعلن تطلعه لدعم المصريين لبناء مستشفى ميداني في غزة قريبا أيضا تطرق أردغان للحديث عن إدارة نتنياهو وقال إدارة نتنياهو مجتمرة في مجازرها وعليه أن يكفع النقل مجازره إلى رفح أيضا كما يجب على المجتمع الدولي أيضا أن لا يسمح بهذا التصرف الغير لأق أما من جانبه قال الدكتور طارق ألبرديسي خبير العلاقات الدولية خلال تصريحات لصد البلد إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردغان تاريخية ولها أهمية قصوى نتيجة عدم الاستقرار الناجم عن الأحداث الجارية في قطاع غزة حاليا خاصة وأن الزعيمين متوافقان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة مشاهدين إلى هنا تكون انتهت تغطيتنا نشكر حضراتكم على طيب المتابعة ولمزيد من الأخبار زروا موقع صدى البلد شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء